السلام عليكم ورحبا بكم في قناة شيوات تعلم سيمسيم لي مغادي نقدم معكم القطايف معمرين بالمكسرات وبالجفن كي يجيب لدات بسف بسف عندي هنا ثلاثة كؤوس ديال الدقيق الابيض وزوج ديال الكؤوس من سميدة وعندي كيس ديال الخميرات الحلويات فئة ثمانية جرام وعندي ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة وكيس ديال السكر باني وشوي دلملح وغادي نضيف الخميرة عندي ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز الخميرة المجونة او فورية غادي نضيف ديك ملعقة صغيرة ديال الخميرة وغادي نضيف الماء دافي غادي نده ننخلط مزيه حتى ننخلط العجينة ونخليها تخمر بعد ما خمرت العجينة بدي تكن طيب هاد مقطع ما تطور لي في بدي تكن طيب صافي غادي نطيب الكيمية كاملة حتى نسالي بعد ما ساليت القطايف كاملة في الطياب ده بغادي ندوز نعمرهم بالمكسرات عملت الشكل صغير وكبير انتم على حساب كيف بغيتو ما كيجو صغاني كيجو حسن عندي مية قرام ديال زبيب وخمسين قرام ديال اللوت خمسين قرام ديال قرقاء وعندي خمسين قرام ديال الكوك وملعقة كبيرة ديال العسل والقرفة وشوي السكر آآ غلاسي كيبقى اختيار السكر غلاسي بعد ما طحنت الكل غدا بغادي ندف اللوز والقرقاء طحنتهم يعني هرمشتهم مصافي غادي ندف لوم الكوك غادي ندف ديال قمسين قرام ديال الكوك وغادي ندف القرفة عندي هنا ملعقة كبيرة ديال القرفة وغادي ندف زبيب وغادي نخلي واحد شويش باش نزين بيهم تزين كيبقى كل واحد والرغبة ديالو كيلي كيزينو بالمملاحات يعني بالملاح كيلي كيزينو بالحلو كيلي واحد باش كيزينو كيلي كيزينو بالجبان او بالكوكو و بالحليب محلو كيلي واحد باش كيزينو باش كيعمرهم على حسب الرغبة اي واحد هما اي كيجو لدادين بزف غادي نبدأ نعمر اه القطايف كيجو صغار كيجو حلوين في المنظر انا عملتهم شويش كبارين وهم كيجو صغارين كيجو مزيون بزف كيعطيو المنظر غادي نستمر اه هيدا نعمر حتى نسالي هاد الكيمية ديال لي عندي ونخلي واحد شويش نعمره بالجبن اه عندنا يا الجبن غادي نعمر كل وحدة غادي نعمل فيها المربع ديال الجبن وغادي نشد هادو اللي عمرت بالجبن غادي نقليهم او تدخلهم الفران اللي بغيتو التاف الفران كيجو مزيون بزف وغادي نخليهم تيت حمرو وغادي نعملهم العسل غادي نغطهم في العسل التاف الفران كيجو مزيونين يعني اللي ما بغاش يقليهم يطيبهم في الفران بعد مسالي يطلق طايف زينتهم بالكوك والزبيب وعملتهم من العسل عسلتهم كيجي ولدات بسه 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 ونتمنى يعجبكم الفيديو طريقة ديالي بصحة والراحة بسلام عليكم اشتركوا في القناة